طيب خليني النهاردة مع حضراتكو أبدأ بيعني حاجة من الحاجات أو ظاهرة من الظواهر اللي هي أصبحت غريبة على الكرة المصرية وهي طبعا ظاهرة تغيير المدربين طبعا ظاهرة تغيير المدربين دايما أوقات بتيجي بنقاط إيجابية وأوقات كتير بتيجي بنقاط سلبية بمعنى يعني ممكن بنلاقي فريق بيصارع وبيجي مدرب بيمسكه وبيغير من شكل الفريق وبيوديه في حتة تانية وبيتغير كل حاجة يعني مثلا على سبيل المثال يعني إحنا ما شفنا كابتن شوق غريب أما راح في مهمة إنخاذ لفريق كبير زي المقولين العرب فريق كنا مستغربين النتائج بتاعته على مدار الموسم وإزاي وصل لحد آخر كام أسبوع في الطولة الدوري ويكون في المركز قبل الأخير ويكون موقفه ضعيف نظرا كمان ما تبص للمباراة اللي كانت نقصاله وتلاقيها مباراة جامدة وتقول مقاولين العرب خلاص يعني الموضوع بالنسبة له انتهى ولكن مثلا بيجي كابتن شوق غريب بيغير من الدنيا وزي ما تكلمنا قبل كده الأيام اللي فاتت ولعب على الحتة النفسية وظبت شوية أمور كانت بايضة في الفرقة وبالتالي قدر مثلا أنه يحفظ مكان المقاولين في بطولة الدوري الممتاز كفريق كبير جدا كانت هتبقى صدمة كبيرة جدا لو عشاء الكرة المصرية لو المقاولين ما بقاش موجود في الدوري فإذا في نقاط مثلا بتبقى إيجابية زي مثلا أما بنبص على فريق زي طلاع الجيش وبنشوف بدايته في بطولة الدوري كانت عاملة ازاي وأنه هو واضح أنه ما كانش فيه استعداد جدي ما كانش فيه استعداد كويس من البداية رغم أنك أنت بعد كده بتغير وبييجي كابتن طرق العشري وعلى نفس اللعيبة برضو بتبص بتلاقي الأوضاع بتتغير وبتلاقي أن الدنيا ماشية كويسة ولكن ديت يعني بتبقى حاجات معينة بيبقى الغرض منها الإنقاذ ومش في كل الأحوال المواضية ديت بتنجح يعني برضو كابتن طلعت يوسف ما هو جيه برضو الجونة ولكن برضو الظروف ما ساعدتش وهي ما لهاش علاقة خالص بجودة المدرب لأن مثلا ما حدش يقدر يقول أن الكابتن طلعت يوسف أنه هو مدرب غير جايد كابتن طلعت يوسف من أعظم المدربين اللي موجودين في مصر على مدار السنين طويلة وكل المدربين بتتعلم منه ولكن القابلية يعني القابلية واستجابة اللاعبين وي 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 وحاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها في النقطة دي ولكن هل كل مرة ما بيحصل تغيير لازم يحصل أن الدنيا تبقى إيجابية لا وعشان أكد لك برضو في حتة الجودة وما لهاش علاقة بجودة المدرب أما الكابتن حلمي طولان في أمبي كان مدرب طبعا يعني مدرب كبير جدا وعارفينه وكان ماشي بالولاد الشباب الصغيرين بتاع أمبي زي الفل والدنيا ماشية كويسة حصل اختلاف وجهات النظر مشي الكابتن حلمي هل جبنا مدرب وحش؟ لا ما جبتاش مدرب وحش جي البرازيلي في هيرا وراجل مدرب كبير جدا أنا واحد من الناس اللي عارف امكانياته لأنه هو مدربني في الإسماعيل فاطر ولكن الدنيا ما مشيتش معا كويس وبدأت النتائج تبقى مهتزة لدرجة أن أمبي جيف آخر الدوري كان مهدد برضو بالهبوط فإيه اللي بيحصل دلوقتي بيجي مدرب بيبقى في أول السنة بيجي بيشوف اللعيبة بيختار اللعيبة بينقي الإدارة بتنفزله طلباته وبناء على كده بيعمل هيكل وبيبتدي يشتغل على اللعيبة اللي موجودة ودوت دور مجالس الإدارة برضو ليها دور كبير جدا في حتة المشاكل اللي بتحصل لأن ما بيبقاش فيها في صبر يعني دلوقتي المدرب اللي بيجي بيبدأ وبيعمل له مطشين تلاتة وحش في الأول بتبص على طول تلاقي أسهل حاجة وأسرح حاجة إن المدرب دوت ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش موجود ماشي شوفنا الدوري واتكلمنا قبل كده وقلنا 18 فريق في بطولة الدوري فرقتين بس هما اللي احتفظوا بالمدربين بتاعه قلنا في فيوتشر الكابتن علي ماهر وقلنا الكابتن خالد جلال في البنك الأهلي ولو هتبص هتلاقي يمكن من أكتر الفرق اللي كانت محافظة على مستواها وبتلعب بمستوى ثابت في بطولة الدوري هما فيوتشر والبنك الأهلي وقلنا إزاي كابتن علي ماهر اتعامل ونفس الكلام ينطبق على الكابتن خالد جلال إنهم اتعاملوا من ببداية إنهم شافوا وشافوا احتياجاتهم عاملة إزاي رغم إن فيه إمكانيات إن انت تصرف وإنت تجيب لعيبة ولكن كانت الناس ديات ما بتفكرش في حتة إن أنا عايز إيه أجيب أسماء وكدسها خلاص وفي لعيبة هتبقى برّة الحزبان لا أنا عملت قايمة وشفت أنا محتاج إيه واللعيبة دي اللي حقدر أعتمد عليها أكيد كل فريق بيبقى له يعني تلاتين لعيب هنقول أكيد أي فريق يبقى فيه خمستاشر ستاشر برضو هما اللي متواجدين في دماغ الراجل بطريقة أكبر هما اللي بيشاركوا بطريقة أكتر ولكن انت بتبقى مجهز وقاعد مجهز الباقي بحسب ما تيجي تستخدمه على مدار الموسم لأن الموسم بيبقى طويل هتلاقي اللعيبة ديات جاهزة وحتلاقيها موجودة وحتقدر أن ما تعتمد عليها هتلاقي مرضود كويس بالنسبة للعيبة دي وبالتالي خلينا نتفق إن طول ما النادي فيه استقرار إداري هتبص هتلاقي بالتالي هيبقى فيه استقرار فني وحتلاقي الفرق بتقدي بطريقة كويسة على مدار الموسم آه طبعا موسم طويل بتلاقي الفرق يعني ممكن 3-4 مطشاط 5 مطشاط في الموسم ممكن الدنيا يعني ما يبقاش كويسة ولكن في المجمل الدنيا بتبقى لطيفة يعني فما نقول 16 نادي بيغير ده موضوع غريب هو جديد بس مش جديد السنة دي هي السنين اللي فاتت لإن بقى خلاص مجالس الإدارات بتتسرع أكتر ما بقاش فيه صبر كانت الناس الأول بتصبر إنما دلوقتي خلاص شيل وهات شيل وهات وبشيل مدرب كويس جدا وبجيب مدرب برضو كويس جدا وساعات بينفع زي ما بقول لحضراتكو وساعات الموضوع يعني ما بينفعش طيب الفرق غيرت واللي غير مدرب واللي غير اتنين واللي غير تلاتة على مدار الموسم وشوفنا المدرب ده بيبقى موجود هنا وبيمشي من هنا وبيروح هنا ويغير من نادي دوت ويروح دوت واللي كان هنا تلاقيه هنا وكده طيب مين اللي مضرور الفرقة هي اللي بتبقى مضرور ويمكن اللي امتبعني حيلقى إن أنا مثلا ضربت مثال مثلا بفرقة زي فرقة غزل المحل اللي قعدت في الدوري الممتاز في آخر ماتش وبفرق المواجهات المباشرة بعد ما تعدلت آخر مباراة قدام الاتحاد السكندري ووصلت لستة وتلاتين نقطة وده كان نفس رصيد الجنة ولكن المواجهات المباشرة هي اللي أعادت المحلة وهي اللي نزلت فريق الجنة طيب اللي متابع الدوري من الأول حيلاق إن فرقة زي فرقة غزل المحلة دي اتظلمت اتظلمت ظلم كبير انت أبسلك بقى اسماء بقى جي كابتن عودة هو اللي بدأ فترة الاعداد وهو اللي ميشي معاهم وهو اللي ابتدى يحط عينه على اللعيبة بتوعه وابتدى يشتغل وكانت البداية كانت كويسة جدا وكان مثلا أنا فاكر يمكن بعد أول أربع خمس مطشاط في بطولة الدوري كان المحلة بتلاقي موجود في الحتة المركز الخامس والحتة المركز السادس فريق ما بيخسرش بيكسب بيتعادل والدنيا كانت ماشية كويسة فجي كابتن عودة وانا هنا على فكرة يعني انا بتكلم مع حضرتك على ظاهرة يعني على ظاهرة متكررة الغرض منها مش المدربين اللي بتمشي ولا ده ما كانش ينفع انه هو يمشي ولا ولا مش مدرب بعينه